إذن للمزيد ينضم إلينا مباشرة من معبر أرقين البري مراسلنا عوض الغنام عوض يعني بعد التحية أهلا بك كيف رأيت الفروقات بين يعني اليوم والأيام الماضية في معبر أرقين وحدثنا عن المزيد من التفاصيل لديك نعم لا جديد في المشهد حتى هذه اللحظة إلا وصول الرعاية من كل الدول العالم في هذه الساعات الأولى من صباح اليوم كما يظهر المشهد الآن للمعبر هناك باصات مذالة الحرقة داخل المعبر مستمرة حتى هذا التوقيت لكن الرعاية الأجانب هم الذين يمثلون السمة الرئيسية لتغير المشهد في المعبر نتحدث عن آخر الواصلين حتى هذه اللحظة هم رعاية من دولتين فلبين وكذلك دولة تركيا لكن دون ذلك لا يوجد تغييف المشهد حتى الآن لكن مع الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الثاني للأحداث في سودان واستمرار الهدنة الرابعة التي أعلن عنها مؤخرا ربما سيساهم ذلك بشكل كبير استمرار الهدنة إلى عبور ووصول عدد كبير من الرعاية الأجانب تحديدا الذين يرون في الحدود المصرية الأمينة هي الحدود الأكثر أمنا واستقرارا لما توفره مصر من دعام الاستقرار وكذلك توفر عوامل لوجستية مهمة للغاية ربما أهمها على الإطلاق هو توفر الدعائم الخاصة بالصحة بحالة التوارئ في قطاعات مختلفة وكذلك المواصلات التي تصل بهم أمينين إلى أقرب نقطة وهي مدينة أسوان ثم بعد ذلك غالبية هؤلاء الرعاية يكون لديهم حجوزات خاصة في رحلات تهيران إما عبر معبر أبو سنبل وهو المعبر الذي يمثل أقل نقطة قريبة للغاية من الحدود المصرية السودانية لا يفرق عنها سوى نحو 150 كيلو أو أذهب مباشرة إلى مطار أسوان وهو مطار دولي كما هو متعرف عليه هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة رغدا عوضة لك عوض يعني سؤال غاية في الأهمية نتحدث عن أفواج صينية عوض أيضا أفواج من تونس تتواجد في معبر أرقين برأيك ما الأفضلية هذا المعبر عن غيره من المعابر ربما يشعرون بالأمان فيه أكثر من غيره كيف تجد المشهد تحديدا في الأفواج الصينية وغيرها من الجنسيات الأفضلية بالنسبة للمعبر هو لأنه هو المعبر الأقرب مباشرة للحدود البرية المباشرة إلى السودان نحن نتحدث عن مسافة ما بين 850 كيلو إلى 900 كيلو إلى الخرطوم لكن المعبر أيضا الذي لا يقل أهمية عن معبر أرقين هو معبر قسطر ولكن طبيعة العمل فيه تقتضي العمل في وقت أقل من هذا بشكل كبير لغاية حيث العمل به مسموح فقط من الساعة السابعة حتى الساعة الخمسة مثال أنه معبر شبه مائي لأن الحركة فيه تتم عبر بحيرة ناصر وبالتالي غير مسموح بحركة البخيرات والعبرات في هذا المكان ليلا على الإطلاق ويغلب على طبائع أو طبيعة معبر قسطر بأنه معبر للشاحنات وهو أيضا مسموح للأفراد ولكن هذا المعبر الذي تم تتشينه وتأسيسه في عام 2016 هو معبر حديث للغاية تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات وهناك أكثر من صارة للاستقبال والسفر مجهزة فبالتالي قدرة الاستعابية على التعامل مع أي تطورات مثل هذا الحادث القائم في السودان الآن جعله قبلة لكل من يريد أن يأتي أو يخرج من السودان في ظل أزمته الرهينة أن يتوجه مباشرة إلى هذا المعبر لأنه لا يوجد معبر آمن آخر بالنسبة للدول الأخرى المحيطة بالسودان إذا كنا نتحدث عن الشادة ونتحدث عن أفريقيا الوسطى ونتحدث عن جنوب السودانة وأسيوبيا وليبيا هو شريط صغير لغاية شريط حدود لكن الحدود الآمنة الأكثر اتساعا هي هنا مع مصر وتحديدا من خلال معابرها الخمس وأهمها على الإطلاق هذا المعبر الأحدث وهو معبر أرقين تفضل لنا إذن نشكرك شكرا جزيلا عوض الغنان مرسل أكسترونيوز كنت معنا من معبر أرقين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك